اشتركوا في القناة فوق الميدة اللي هو الشناجات اللي راح تندفني فيما بعد راح تتحول سماكة الأعمدة إلى 20 سنتي لذلك الشروط اللازمة لعمل تصغير الأشاير الأعمدة هو كالاتي هذا هو العمود قياسة مثلا السماكة 30 راح يقل في النهاية من بعد الميدة لذلك إذا أردت أن تسقر الأشاير الأعمدة لازم من جهة وحدة يا من جهة هذه أو من جهة هذه مثلا لو فرضنا الجهة هذه راح تدخل الجهة تصير نوع من الميول والتشابك هكذا بالطريقة هكذا بدون إنحناء وبدون تقوس وبدون طعج يكون الميالان سيدة هكذا هكذا والجزء هذا الثابت هذا الجزء هنا اللي ما راح يتصغر لو فرضنا من رقب العمدة للسرداب للأرضي للأول للثاني هذا ثابت سيدة أما هذا فوق الميدة يكونوا هكذا الميول ميول تشابك تشابك الأشاير هكذا لكن الجزء هذا ثابت هكذا شوفوا هذه الطريقة بعد ذلك نحط مكانه نشرك مكاين الأشاير أعمدة 20 سانتي فبذلك يكون قد خسرنا من الجزء هذا 10 سانتي هكذا بالطريقة الآن لو فرضنا في الدور الأول والثاني لازم الأعمدة تصغر عشان تصغر الأعمدة لو فرضنا أربع صياخ لازم يكون من جهة وحدة تقليل الأعمدة يطلع شيشين مثلا مستمر إلى الأعلى طبعا هو المفروض مثلا لو فرضنا أربع أربعة راح يكون هنا ناقص اثنين يطلع اثنين هنا تشركهم بعدين في الدور الأول والثاني لكن ما يصير تقلل من الأعمدة من هنا عن يمين وعن نسار ويبقى هكذا خطأ الطريقة يأم من الجهة هذه أو من الجهة هذه أن تقلل طول العمود فيكون من جهة وحدة وهذا يستمر إلى النهاية هذه هي الطريقة الصحيحة أيضا لتصغير عرض العمود السماكة أخبرناكم الطريقة التقليل يكون هكذا وما يصير فيه إعوجاج أو طعج في الأشائر لذلك خلصنا الأشائر وهذا السماكة العرض أيضا من أربع شاش مثلا من جهة وحدة يتقصر ويصعد لفوق إلى الآخر أما تقص الشاش الحديد من هنا ومن هنا هذا طريقة غلط لكن من جهة وحدة أما من يمين أو يسار هذا واختصار هذه الشروط الأشائر وأيضا تصغير العمدة وإذا عجبك المقطع يريد تشترك بالقناة وتفعل زر التنبيهات حتى تصلك مقاطع أول بأول تنشر مقطع حق غيرك حتى يستفيد وترقبونك اليوم مفاجآت لكم مقاطع من النوع الثقيل وإن شاء الله بكرة في عندي مفاجأة لكم أيضا مقطع واللي بعده في مخطط لقسيمة ثلاث شوارع تابعوني كل يوم حتى ما يطوفكم الخير الكثير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته